المعادن الندرة هم إيه؟ هم الحديد والزينك والنحاس والمانجانيز واليود والكروم والمولبيدنوم المولبيدنوم ده بيلخبطني في الكلام وطبعا الفلورايد والسيلينيا هم تسعة معادن هنبدأ كلامنا بالحديد الحديد بيعتبر من أهم ركائز جهاز المناعة وطبعا بخلاف ده هو محفز للنشاط الزهني ومسؤول عن نقل الأكسوجين في خلال جسم وإتمام عمليات النمو بشكل سليم أهم مصادر الحديد إيه؟ هي اللحوم الحمرة والكبدة والعتس البني فاكرين لما كلمنا عن العتس والطمر والأرسيا والرمان والملوخية والمأكلات البحرية والفراخ والبتنجان والسبانخ والتفاح والموز والكمترة والجرجير والتين البرشومي والطماطم والعسل الإسود سبحان الله يعني أنا فعلا عايز أعلق على تنوع المصادر بهذه الغزارة شوفوا قد إيه لما العنصر بيبقى مهم للجسم ربنا سبحانه وتعالى يوفروا في عناصر كتيرة جدا من الغزاء وعلى مدار السنة صيف وشتا وربيع وخريف فواكه وغير فواكه أطعمة وهكذا علشان الجسم ما يبقاش حاجة مهمة أو ينقصها فاللي ما بيحبش يأكل كذا هيلقيه في هيلقي الأهمية دي هيلقي العنصر المهم ده في حاجة تاني وهكذا دي يعني دي من رحم من نعم ربنا سبحانه وتعالى التي لا تحصى علينا الحديد بيزيد امتصاصه جدا بوجود فيتامين سي وبيقل امتصاصه جدا جدا بسبب ايه بقى؟ بسبب الشاي والقهوة والمسكنات وادوية علاج النقرس وادوية الحموضة وحاجة غريبة جدا تمنع امتصاص الحديد اللب عارفين اللب؟ تعال تسالي ده اللب الكتير ده يمنع امتصاص الحديد فخلوا بالكوا لانه فيه ناس كتير قوي عندهم عادة كده أكل اللب بكل أنواعه اللب ده خطر على امتصاص الحديد بيقللوا يعني تاني المعادن الندرة هو الزنك والزنك يعتبر القلب النابض لجهاز المناعة يعني يشوفوا بقى الناس كتير قوي بتكلم عن المناعة الزنك ده في قلب جهاز المناعة كده غير كده الزنك كمان بيدخل في عمل حوالي 300 انزيم من انزيمات الجسم مهم جدا برضو لعملية التمثيل الغذائي اللي هي الميتابوليزم مهم قوي الزنك لصحة الجلد والاخشية المخاطية والتقام الجروح طيب اهم مصادر الزنك ايه؟ اللحوم الحمراء غير المصنعة يعني ايه غير المصنعة يعني السوسيس والباستيرما واللانشون والحاجات دي كلها لحوم بس ما فيهاش زنك خلاص ايه تاني مهمة قوي من مصادر الزنك البقول بقول بأنواعها المكسرات والمكسرات على فكرة يدخل فيها هنا الفول السوداني يعني الفول السوداني والكاجو واللوز كل دي مصادر غنية قوي بالزنك البيض الشوكولاتة الغمقة اللي هي الشوكولاتة الدرك اللي هي الداكنة الحليب ومشتقاته بس كده لا ده لسه قائمة طويلة الزنك موجود في التوم والطمر والعسل السود والرمان والأفوكادو والكيوي والجوافة والسمسم والمحار والبطاطا والفاصولية الخضرة والأمح والرز والشفان والكنواء والحبهان اللي هو الهيل والزعتر الجاف والكمون والكراويا والبقدونس والكركم والينسون والزنجبيل أو الجنزبيل مرة تانية شوفوا التنوع الكبير في المصادر عنصر خطير ومهم جدا وقلب جهاز المناعة ربنا سبحانه وتعالى يوفروا في عشرات من الأغزية تمام؟ فيتامين A وفيتامين D يساعدوا الجسم على امتصاص الزنك كويس وبالعكس يتمنع امتصاصه ازاي بقى؟ يتمنع امتصاصه بسبب الشاي والقهوة وبعض مدرات البول وبعض العلاجات الهرمونية وإذا زاد الحديد عن المستواه الطبيعي في الجسم يا سبحانك يا رب يعني الحديد اللي لسه شوف بنقوله أهميته بنقول أهميته عاملة ازاي؟ لو زاد بقى في الجسم أنا هنا بتكلم عن الناس اللي بياخدوا بقى إقراص حديد وكذا لأنه الأغذية المصادر الغذائية ما بتخوفناش اللي يخوفنا دايما المركبات الدوائية لو الحديد زاد يقوم الزنك يقل امتصاصه تالت العناصر المهمة قوي الندرة في الجسم هو عنصر النحاس وهو تالت المعادن الندرة وناس كتيرة قوي قوي ممكن ما يكونش عندهم تصور عن أهمية العنصر ده يعني الناس كلها يقولوا ايه الحلل النحاس بتاعت زمانه لا النحاس يا جماعة ده عنصر مهم جدا للجسم عشان كده عايزة أعرف حضراتكم بلوقتي على وظيفه المهمة والخطيرة النحاس ضروري لحرق الدهون وضروري للاستفادة من الحديد والمحافظة على التركيب الطبيعي للأنسجة النحاس كمان ضروري جدا لسلامة عضلة القلب وضروري لنشاط جهاز المناعة وصحة الجهاز العصبي وبيحافظ على أخشية خلايا الدم الحمراء على الغشاء نفسه طيب النحاس هذا العنصر الجميل هذا المعدن النادر الجميل موجود فين؟ موجود في المأكلات البحرية زي المحار والكابوريا والاستاكوزا وهكذا موجود في الكبدة والكلاوي والطحال موجود في المكسرات موجود في الحبوب الكاملة موجود في الخوخ منتجات الصوية الزنك والحديد يساعدوا على امتصاص النحاس وامتصاصه بيقل أو بيتمنع خالص بحاجات غير متوقعة زي ايه؟ زي الجرعات الكبيرة من مكملات الزنك الزنك بقى اللوها في صور الدواء أو الجرعات الكبيرة من الحديد والجرعات الكبيرة برضو من فيتامين سي ومضادات الحموض المعدن النادر الرابع هو المنجنيز وأهم وظيفه على الإطلاق إنه بيشارك مع الزنك والنحاس في مركب أساسي مضاد للأكسادة داخل الجسم ده غير إن المنجنيز بيشارك في حرق الكربوهيدريت والدهون المنجنيز ضروري للنشاط الزهني المثالي وموجود فين؟ موجود في المكسرات وحبوب السمسم والردة والشفان والبقول والتوت البري والسبانخ إن حاس والزنك يساعدوا على امتصاصه ولا شيء يمنع امتصاصه الحمد لله أما المعدن النادر رقم خمسة فهو اليود وده بقى له وظيفة خاصة شوية لإن اليود هو المكون الأساسي لهرمونات الغدة الدرقية واللي بتنظم معدلات الميتابوليزم والنمو والاستفادة من البروتين اليود موجود في أنواع الملح المعززة باليود موجود كمان في المحار والأسماك وبعض أنواع التحالب البحرية تحديدا في اليابان يعني اللي بتعامل بها السوشي اللي هي اللي بيلفوا فيها السوشي موجود برضه في الحليب ومشتقاته موجود في البيض السيلينيام يساعد على امتصاص الجسم لليود وما يمنع امتصاصه عناصر غذائية غير متوقعة إذا زادت عن الحد في أكلنا زي الليفت والأرنبيت ونوع صغير قوي من الكرومب بيستخدم في الصلطة بس مش كرومب الصلطة العادي لا ده نوع تاني أصغر أنا بس مش عايز أقول اسمه يعني هو صغير قوي قد اللمونة كده وغالي قوي فده لو زاد في أكلنا ده يمنع امتصاص اليود فابلاش منه عشان كمان غالي قوي المعدن النادر رقم 6 هو معدن الكروم والعنصر ده له وظيفة عجيبة بقى فعلا الكروم ده الكروم ده ضروري لعمل الإنسولين الطبيعي داخل الجسم يعني مش احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا إنسولين الكروم ده ضروري عشان الإنسولين ده يشتغل بشكل طبيعي كده وضروري لدخول الجلوكوز إلى الخلايا ده عنصر الكروم الناس كتيرة اوه ما تعرفش عنه حاجة زي النحاس كده الناس كتيرة ما تعرفش عنه حاجة ده غير إنه بيشارك في حرق الدهون والبروتينات الكروم موجود فين؟ موجود في صفار البيض اللحمة الحمرة الكبدة الحليب ومشتقاته خلاص حفظنا بقى الحليب ومشتقاته يعني الجبن والزبادي وهكذا الحبوب الكاملة المكسرات البطاطس الفلفل الحراء يعني ودي حاجة يعني خارجة عن السياق شوية غني قوي بالكروم والسبانخ والبرتقال وإشر التفاح إشر التفاح يعني فيه ناس كتير اصلاها لما تيجد أكل التفاح بتأشر الإشر لا الإشر دي غني قوي بالكروم والكروم ما فيش حاجة بتساعد على امتصاصها ولا حاجة تمنع عن امتصاصه يعني الحمد لله هو متفرد كده وهو هنا بيشترك في الصفة دي مع المعدن النادر رقم سبعة وهو الملبيدنوم فاكرين الفيلم ده؟ الملبيدنوم ده ده عنصر من المعدن النادرة برضو وبرده له وظيفة غريبة قوي في الجسم الملبيدنوم ده وظيفة متخصصة قوي هو ضروري لعمل الإنزيمات المسؤولة عن التخلص من نفايات الجسم وكمان مسؤول عن إزالة سموم بعض المركبات الغذائية الملبيدنوم ده موجود في البقول والحبوب والحليب ومشتقاته والسبانخ والأرنبيت والبسلة والدرة موجود كمان في الكبد والكلاوي العنصر الثامن وهو قبل الأخير من المعدن الندرة هو معدن الفلورايد وأظن أنتوا بتسمعوا كتير قوي في الفلورايد ده له علاقة بالأسنان لأنه فعلا بيحافظ على الأسنان بالتسوس وكمان بيحافظ على اللون الطبيعي للأسنان وبيقوي العظام الفلورايد ده مش بس موجود في معجون الأسنان على فكرة أصل دايما يقوله معجون الأسنان غني بالفلورايد لا الفلورايد موجود في الشاي الخفيف لو شربناه بكميات قليلة وموجود في حاجة مهمة جدا موجود في عظام الأسماك هتقولي له لو احنا بنأكل عظام الأسماك لا بس عظام الأسماك دي اللي بتعمل منها الشربة بتاعت السيفود موجود فيها العنصر الفلورايد ده مهم فلما تتعمل شربة جزء من النسيق بتاع العظام بينزل في الشربة دي موجود كمان في الجبنة وتحديدا الجبنة الشيدر غنية جدا بالفلورايد بالإضافة طبعا زي ما قلت للأنواع المختلفة من معجون الأسنان اللي بيبقى مكتوب عليها أنها معززة بالفلورايد الكالسيوم بيساعد الجسم على امتصاص الفلورايد وبالعكس بيمنع امتصاصه في حالة طبخ في أواني ألمونيوم أواني الألمونيوم دي يا جماعة خطيرة شوي خلاص؟ يعني بيمنع امتصاص حاجات كتيرة قوي تمام؟ أما المعدن التاسع والأخير من مجموعة المعادن الندرة فهو معدن اسمه السيلينيوم والسيلينيوم ده بيشتغل مع فيتامين E لعمل الإنزيمات المضادة للأكسدة بخلاف دخوله في تركيب هرمونات الغدة الدرقية السيلينيوم موجود فين؟ موجود في المأكلات البحرية موجود في الكبدة في البيض في اللحمة في الحبوب الكاملة فيتامين E واليود بيساعدوا على امتصاصه ولا شيء يمنع الجسم من امتصاصه والحمد لله